أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم يقول القرآن عن المسيحيين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وبقض النظر عن ما تحتويه الآية من تكفير واضح وصريح للمسيحيين وما يترتب عليها من أحكام ومعاملات شرعية تبيح دم ومال وعرض المسيحيين في العالم على أني اليوم بتكلم عن سبب التكفير نفسه فالإسلام يقول إن الله ليس المسيح والمسيحية تقول إن المسيح هو الله والمهم هنا نعرف الحقيقة هل المسيح ابن مريم هو الله أم لا وإذا كان المسيح ليس الله فمن يكون المسيح وعشان نوصل لنتيجة خلينا نشوف شخصية المسيح من خلال القرآن والإنجيل مع بعض فكيف وصف القرآن المسيح وكيف تحدثت عنه المسيحيين والحقيقة إن القرآن بالنسبة لي هو أول شاهد بأن المسيح ابن مريم هو الله فعلاً فلم يصف أو يوصف القرآن شخص بما وصف به السيد المسيح أبداً بصفات لا تليق أو تنطبق إلا على الله وحده ولعل أول شاهد على ألهية السيد المسيح هو تعمد القرآن تسميته بالمسيح ابن مريم فمع العلم إن القرآن يقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعني كلمة الله وروح من الله لأن القرآن لا ينسي بالمسيح لله أبداً ويصر على ذكره بالمسيح ابن مريم بس وكأنه كلمة مريم وروح منه هي مش كلمة الله وروح منه أو كأنها حملت بالمسيح بقوته وإرادته الذاتية بدون أي تدخل إلهي فنشوف خوف وحذر كبير جداً في القرآن من ارتباط اسم الله بالمسيح حتى لو كان بشكل معنوي أو بعيد وعموماً خلوني أسأل هنا هل يعتبر المسيح المولود من مريم إنسان طبيعي بشر عادي حاله حالنا اللهم تميز بأنه مولود بدون أب أو كان يملك طبيعة ثانية بالإضافة إلى طبيعة البشرية يقول المسيح في القرآن إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمأ والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فالمسيح هنا يقول إني أخلق وحط خطين تحت كلمة أخلق إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني على شكل الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً يعني من شبه طير إلى طير يطير تدب فيه الحياة وبنفخة فقط من السيد المسيح لكن غريبة مش القرآن يقول والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا يعني نفخة الله وهبت حياة ونفخة المسيح هم وهبت حياة فهل تحدث القرآن عن أي شخص وهب الحياة غير السيد المسيح؟ أو هل تعتقد أن السيد المسيح بشر عادي؟ كان يتعامل مع الجسم البشري وكأنه صنع يديه يخلق العيون ويرجع الأطراف المبتورة ويطهر الأبرص ويعالج الأعرج ويشفي المريض فهل الإنسان العادي يقدر يسوي نفس الأشياء اللي يقوم فيه السيد المسيح؟ كانت الروح تحت تصرف السيد المسيح يرسله يمين يوديه شمال يحيي بيها موته يهب منها حياة فمن يملك سلطان على الروح إلا صاحب الروح وحده كان المسيح يعلم الغيب ويعرف ماضي الناس ونياتهم وأرزاقهم وإيش يأكلون وإيش يشربون وإيش يتدخرون فهل فيه أحد يعلم الغيب إلا الله وحده؟ هل فيه أحد من البشر يشبه المسيح؟ وإذا ما فيه مثله أجل من يكون؟ إنسان نبي كريم مؤيد بالروح القدس صح؟ تعتقد أنك كذا حليت المشكلة؟ أو عقدت أكثر؟ هل تعتقد أن الله يوزع قدراته وصفاته على الناس يشاركون فيها؟ وإذا كان يوزعها فليه يخص المسيح بالذات بكل ده المعجزات والآيات دون غيره من الأنبياء؟ ليه ما أيد أشرف الأنبياء والمرسلين بالروح القدس؟ هو أخذت من الأنبياء ورسالت آخر الرسالات وأكيد هو أولى وأحوج تكون له كل ذا المعجزات فشمعني المسيح بس؟ ليش المسيح بس من ولادته إلى صعود مختلف؟ تذكر الأحاديث الإسلامية أن السيد المسيح الوحيد في الخليقة المقدس بلا خطيئة فكل بني آدم مسهم الشيطان إلا المسيح ابن مريم فهو المعصوم من كل إثم ودنس لكن بشر عادي إنسانه بشر عادي يعني قوة وسلطان وآيات ومعجزات وقداسة فممكن تسأل نفسك من يكون؟ ليش هو بس القادر على كل شيء؟ اسأل نفسك هل عادي كل ده الأمور تصدر من إنسان طبيعي مثلي ومثلك؟ السيد المسيح كان آية متحركة لمسته تهب شفاء وقوة كان يقول للشيء كن فيكون اشفي اطهر قم ابكم اخرج كل شيء به كان ومن غيره لم يكن شيء مما كان به كانت الحياة والحياة نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه إنه المسيح فقط وليس أحد سواه يقول أنا والآب واحد الذي رآني فقد رأى الآب هذا هو المسيح في القرآن والإنجيل يخلق ويحيي ويهب حياة يشفي ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويتصرف بالروح وكل هذا بمجرد كلمة كن فيكون يقدم المحبة وينشر السلام ويعلم الناس فمن له أن يفعل كل ذلك أو يقدر عليه إلا الله وحده الموضوع مش فكرة تحولت إلى حقيقة الموضوع حقيقة تحولت إلى واقع نعم إن المسيح ابن مريم هو الله المتجسد فعلا جاء ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل وينقذ ما قد هلك عاش بيننا وتحمل أو جاعنا ومات جسده على الصليب لأجلنا وقام في اليوم الثالث مش إحنا المختلفين فيه لأننا نعرفه تمام المعرفة لكن حاول أنت تتعرف عليه فعظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وشكرا لكم على المتابعة وأشوفكم على خير في الأسبوع القادم في أمل الله